أعلن الجيش الأمريكي تدمير عدد من الصواريخ والطائرات في اليمن تابعه لجماع أمصار الله الحوثي التي استهجنت إدانه مجلس الأمن لعملياتها في البحر الأحمر معتبر أنها إنسانية بأمتياز لارتباطها بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقال الجيش الأمريكي أمس الاثنين أنه دمر سبع صواريخ مضادة للسفن وهو ثلاث طائرات مسيرة وهو ثلاث حاويات لتخزين الأسلحة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وفي بيان لها على منصة يوكس ذكرت القيادة العسكرية الوسطى في الجيش الأمريكي سنتكوم إن قواتها تحركت دفاعا عن النفس لتدمير هذه الأسلحة التي تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة والإجراءات تم اتخاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا من جانبها أعلن جماع الحوثي أمس إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنت أست غارات على محافظة الحديد غربي اليمني مما يرفع غارات أمس إلى عشر غارات وقالت قنى المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين إن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف باء ست غارات منطقة الجبان غربي مدينة الحديدة دون ذكر مزيد من التفاصيل ويوجد في منطقه الجبان أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للحوثيين وفق إعلام يمنى كما تعد الحديد واحدة من أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي مطارا دوليا وثلاث موانئ حيوي أضافه إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا وفي وقت سابق أمس الاثنين أعلنت جماع الحوثي إن العدوان الأمريكي البريطاني شن أربع غارات على منطقة الفيزة في مديريه التحية بمحافظة الحديدة وتعليقا على موقف مجلس الأمن من الهجمات على السفن في البحر الأحمر أكدت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين أن عملياتنا مرتبطة بشكل وثيق بالإحداث في غزة وهو موقف إنساني بامتياز مستهجنة أدانه مجلس الأمن الدولي لعملياتنا في البحر الأحمر والبحر العربي وفي وقت سابق طالب مجلس الأمن الحوثيين بالوقف الفوري للهجمات ضد السفن التي تعبر باب المندب والبحر الأحمر دعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون العملي لمنع الحوثيين من الحصول على العتاد اللازم لتنفيذ مزيد من الهجمات وأجمع الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن على التنديد بأشد العبارات بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر ومنها الهجوم في السادس من مارسة أذار على السفينة أمفتر كونفيدنس مما أدى إلى مقتل بحارين فليبينين وبحار فيتنامي وأصابه ما لا يقل عن أربع بحار خارين وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 بشأن اليمن والقرارات اللاحقة دعين إلى التعاون العملي بما في ذلك مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والاعتداء ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات وتقود واشنطن تحالف بحريا دوليا بهدف حماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية وتشن القوات الأمريكية والبريطاني غارات على مواقع تابعه للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير كانون الثاني الماضي وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين واخر ضربات تستهدف صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا نوك با